اشتركوا في القناة لا يوجد تطور أتوقع أن يتحدث عن الرياضة والسترس لأن الرياضة تساعد في هذه القصص السكريب تلك طول عمره جميل لكن لم يتحدث عن الفئة لا يوجد شكاً نور الدين يتطور هذا شيء واضح جداً راشد المشتركين بالفئة وليس يتحدث عنه لكن دائماً فنك يتحدث عنه أكيد سامر دائماً لايك دائماً أشعر أن الفيديو لا أستطيع أن أخذ منه الحق أو الباطل الجدية بالعمل وتنفيذ ملاحظات اللجنة أنقذت بعض المشتركين وأبرزهم نور الدين أمين يلي حاز وللمرة الأولى العلامة الكاملة من واقل منصور سأعطيك أفل مارك صراحة برافو برافو شكراً شكراً واقل محمود و جينان إذن هني بمنطقة الخطر وبحاجة لدعمكم وتصويتكم عبر فيسبوك بالوقت اللي خرجت فيه فئة الكوميديا من المنافسة بخصارة محمود أشرف مقابل عودة فئة الشعر مع جينان وكيل بتصويت الجمهور الكل صار جاهز لتخطي تحدي الزيب بطريق للفوز بلقى بنجوم بلا حدود اشتركوا في القناة مساء الخير من رحب بجمهور البرايم العاشر من نجوم بلا حدود وفي الحماس سيكون أقوى مع بداية العد العكسي لنهاية الموسم الثاني والليلة ست مشتركين سيخوضوا منافسة جديدة من النوعة والتحدي سيكون مضروب بثنين ولتعرفوا أكتر عن كواليس المنافسة بحلقة الليلة ما قلكن إلا تتابعوا يوميات المشتركين من الأحد للخميس الساعة عشرة بتوقيت السعودية وعبر صفحات تليفيزيون الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام ولمحبي المشاهدين أونلاين عم تشوفونا هلأ عبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب وهلأ منستقبل لجنة الحكم وبزقف كبير من رحبي يارا فايا يونان وائل منصور عن تحديات اليوم ومفاجآت صارت خلال يوميات المشتركين أهم إعلان الجائزة للأوائل الثلاثة منشوف كل هالتفاصيل بهالتقرير لحظة الإعلان عن كل تحدي جديد بيستنفر المشتركين لتقديم أفضل ما عندهم فكيف لو كان موضوع هالأسبوع تكريم اللغة العربية أحياء اللغة العربية يلي بخص انتماءهم القومي وبعبر عن فخرهم بعروبتهم روء روء ريلاكس ريلاكس روء مخصة فيها هيدا بالنسبة للتحدي الأول أما الثاني فكان مفاجأة بعيدة عن كل توقعاتهم وخلالها رح يتبادل المشتركين فئاتهم ويمكن يكتشفوا بحالهم مواهب ما كانوا عارفينها لليوم وبزيارة خاطفة كانت الفرحة بانتظار المشتركين بحضور هدون الصفضي ممثلة تليفزيون الآن يلي أعلنت عن جوائز استثنائية الرابح بالمرتبة الثالثة حتكون جائسته خمسة ألاف دولار المرتبة الثانية عشرة ألاف دولار الرابح بالمرتبة الأولى حتكون جائسته خمسة عشر ألاف دولار وهلأ الكنصار جاهز للانطلاق بجولة تنافسية مصرية من نجوم بلا حضور يارا فايا ووائل أهلا وسهلا فيكم جديد بداية مع يارا أمور الله لا يمكنك أن تتغذل بجمالي أنا أريد أن تتغذل بجمالي كأوالشي صراحة سمعتين بالكوليس كيف كنت عم برقص على غنيت مع الزبن الهوى بعدك عم تخطر على بالي وبعده مع الزبن الهوى بدنا برمي بدنا لفك ثري سيكسكي بكرة شو عنا لعجاد هالغنية روعة بالسيارة بالكوليس دايماً أنا 24 أور بتعملي سورة علي إيه إيه شو ما بديك وأنا ونيمير أنا دايماً عندي حركة بسم الله عليك إن شاء الله دايماً متعقد شو ما عملت مرسي وأنت كمان يا رب دي أسألك عن موضوع شوية تحدي كيف المغني بيقدر يحافظ على لغة الأم؟ ويكرمها بطريقة موينة كل العمالقة اللي سبقونا كرموا اللغة العربية باختيار كلمات راقية لتقديمها بأصواتهم على ألحان رائعة ونحنا على خطاهن يعني باختيار أحلى كلمات اللغة العربية يعني سواء فصحة أو بكل لهجتها الحلوة بعيداً عن الإبتزال طبعاً لأنه أنا من الأشخاص اللي بيرفضوا أنه يتغنوا إلا بالكلمة الراقية والمقبولة بمجتمعاتنا العربية وهيك إذا ترجمت هالأغاني بيتعرفوا الأجانب على ثقافتنا بالصورة الصحيحة مئة بالمئة شكراً لإلك يا رفايا شكراً لك 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 الليلة مهمة لجنة الحكم صارت أصعب بتقييم المشتركين خلال مرور مرتين والمعدل النهائي سيؤثر على مصير اثنين من المشتركين ليوقفوا بمنطقة الخطر ويصيروا بانتظار نتيجة التصويت تصويت الجمهور عبر صفحة الآن على فيسبوك لأنقاذ واحد منهم ليرجع للمنافسة على أمل يفوز بلقب الموسم الثاني من النجوم بلا حدود أو يكون من الأوائل الثلاثة اللي رح يحصلوا على الجوائز المالية من تليفزيون الآن التحدي الأول ابتدى ومع عبد الرحمن الحريري من سوريا منعرف إذا في علاقة بين اللغة العربية والرياضة ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى أهلا وسهلا فيك عبد الرحمن موسيقى بداية مع يارا صدر موسيقى كيف التحديد التي تطوير�� من خلال هذا الفيديو. أحبت البايسيطس، أحبت الترايسيطس، أحبت الإيد اللي هي. أريد أن أرده شيئا لعبد الرحمن. ليس جيدا لن أرده كل أسبوع. يعني لا أردت كل أسبوع. لا أريد أن يكون كثير قاسية معه أو شيئا. هذه الرياضة أحبت كثيرا ولم نرى. أليلا نرى أحد يمارس هذه الرياضة. أنا أحبها كثيرا. وحتى اللقطات اللي أخذن بالفيديو هيك كثيرا في تفاصيل حلوة. الصورة حلوة بره يعني الألوان كلها هيك شوي. كمان بتعطي جو حلو والكلمات اللي كتبون الطريقة كيف نفسرون باللغة العربية. أحبت فيديو مهدوم. شكرا لإليك يارا. فايا. يارا حكيت عن الصورة. أنت أي معيار لقيت أنه تميز فيها الفيديو. بتخيل مساء الخير عبد الرحمن. بتخيل صرنا بلأنه صرنا بمرحلة متقدمة من البرنامج. فيمكن معيار الجماليات وصار شيء مفروغ منه عند كل المشتركين. فبعد الجماليات يمكن أكتر شيء تميز في عبد الرحمن التأثير لأنه مثل ما قالت يارا يمكن مننسى أنه في رماية السهم. عنا كثير أنواع من الرياضة الفروسية حلو حلو نتذكرها. وحسيتك خدمت تحدي الليلة بأفضل شكل ممكن. شكرا لإنفعيك. شكرا لإنفعيك. واقل. إدير عبد الرحمن يجمع بين الرياضة وتحدي الليلة اللغة العربية؟ الفيديو يجب أن تتكلم اللغة العربية. التحدي اللغة العربية والرياضة. جاءت رياضة مشهورين بها العرب أو الرماية. أرجوك يجب أن تتكلم اللغة العربية. نعم نعم حسنا سوف أحدث اللغة العربية الفصحة. نعم يارا. أجل تفضل. حسنا لقد أعجبني. 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 أكيد مدعم العلمية أن quer Löweb. عبد الرحمن. أسلام، سوف أكращبني. أعجبنا، أعجبنا ki illumination. الإنتظار العلميámية definitive. مناسبة لعبد الرحمن. عبد الرحمن، تتحدث عن رياضات عربية مختلفة. هل تحب أي رياضة عربية أيضاً؟ أحب، وكنت مارس رياضة الفروسية ركوب الخيل، ولكن أصدق لي موقف مرة في شرم الشيخ، وقعت وأزيت نفسي، فمن وقتها أعدت عن الأحصنة. تعقدت؟ تعقدت؟ وركزنا على الجيم أكثر. وركزنا على الجيم. سنرى العلمات الآن، عبد الرحمن. على 75. أربعة وخمسين. حسناً. 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 هناك تحدي أخر. حسناً، شكراً لك. المنافسة بعدها بالبداية، فاصل سريع ورجعين. إن الذي ملأ اللغات محاسناً جعل الجمال وسره في الضاضي. هالبيت الرائع لأمير الشعراء أحمد شوقي بيختصر سبب اختيار اللغة العربية موضوع التحدي الأول بهال برايم النجوم بلا حدود. وهلأ مع سمر أنطون من لبنان، منشوف كيف اللغة العربية ممكن تكون من اهتمامات الولنس. بالبلاد العربية، الأطفال عم بميلوا أكتر للحكب الأجنبي وعم ينسوا لغتهم. لهيك قمت ببحث وجدت من خلاله برنامج جديد للأولاد لتعليم من اللغة العربية. هالبرنامج ينعمل على أساس أن الأولاد بيتعلموا أكتر بس يكونوا عم يعملوا نشاط مسلح. لهيك تم اختيار اليوغا الصحية. كيف بتصير الحصة؟ بتم ترجمة أسام الوضعيات للعربية وتعلم المفردات المترجمة للولاد مع وضعياتها المناسبة. على سبيل المثال، تجرى، شروق الشمس، فراشة، بتنتهي حصة اليوغا بجلسة استرخيل، بيسردوا فيها الأطفال قصة لبعض مع استعمال المفردات العربية اللي تعلموا. هالأيام، الأطفال عم ينسوا أنهم العرب والغطن هي هويتهم، فخلينا نساعدهم قد ما فينا لما ينسوا الغطن الأساسية. مسهر خير سامار؟ مسهر خير. قدش بحبوكي لولاد؟ كثير. بحبوكي بحسيكي بتشبهيهم صوتك هيك بيريحهم. مصبوط؟ خلينا نبلش مع فايا ونسألة شو رأيك باليوغا الصحية؟ لم أكن أعرف عن اليوغا الصحية. سمر، كما قلنا هذا كل مرة أنت كثير شاطرة، أنت تعملي بحث. وعن جد مشتهدة. وكثير حبيت الرسالة، شي مفيد لأنه حتى لما الولد يتعلمي عبر، هو من جوه يكون مرتاح أكثر. يعني كل ما كان عنده، كل ما كان قاموس أكبر. فبغض النظر يعني اليوغا ولا ليش يوغا، كمان كثير اللو خاصوا بالوالبيينج وأنه يكون حالته مليحة. فكثير حبيت الفيديو. شكراً لك فاية. يارا، ما رأيك بمستوى هذا الفيديو؟ سوري أتحدث عن المحتوى لأنه كثير استفزني. هذا الموضوع يعني لأنه كثير من نشوفه. يتعاطوا مع أولادهم بطريقة أنه يعلمون لغة. أنه كماتشو تابل، هاو أولد آريو، أي أي لغة كانت يعني. ما بيعرفوا أنه هو الولد، بس يكوار رح يصير عنده مشكلة باللغة العربية. رح ينسى ما بيعلموا لغة الأم، اللي هو أصلاً لازم يتعلمها. واللغة البعض الثانية، بعدين لما يكبر بيتعلمها على مهله. هذا موضوع كثير مهم وكثير غلط. يعني الناس يأخذينه بطريقة صحية. عادية. أنا عندي بنت بنتي يعني. وأنا بحكي لغة أجنبية. بس أنا كمانا بلوم التليفزيونيات لأن إحنا وقتا كنا صغار، كانوا يحطوا لنا برامج بالعربة. يعني كنا نشوف زينة ونحول، كنا نشوف شرشبيل، كنا نشوف ما بعرف برامج. هلأ ما فيه. هلأ صار دور الأهل كارلا. صار دور الأهل، أنا أحس أنه ينلموا بهذا الموضوع. لا يوجد أبداً كارتون بالعربة. نفسر لهم كارتون بالعربة. أو مثلاً كثير. أنا سأتحدث بالعربة. أعملي بحث مثل سمر. سأتحدث. سأتحدث. سمر ستسمع منها لي. سمر عزبنا الفيديو. شكراً. هذا الفيديو ممكن يروح فيرال. طبعاً. سأتحدث. سمر في أول الفيديو خلص ما بدأت الحلقة قالوا اللغة العربية. رحيت قالت شو خصني؟ فأنا استنيت فعلاً الفيديو بتاعها. بس أنا شايفه. لسا ما شفتش بقية الفيديو. بس أنا شايف أن هذا ممكن يكون من أحسن الفيديو لغاية دلوقتي. لأنه فكرة الأربيك يوجا أنت. أنا مثلاً لو شفت الفيديو ده. سأقوم لكل البنات صحابي أو أخواتي أو 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 مراتات أخوية. سأقوم لهم تاج في فيديو زي ده. علشان يخشوا أنه يود أولادهم يوجو يكلموا فيه عربي. إنه ممتع حقاً. رائع وصلت الفكرة. شكراً لإلك وائل. أكيد بنت يظهرون السجل العلمي المناسبة لسمر. سمر كنت شاطرة باللغة العربية بالمدرسة. أنا كنت بمدرسة فرنسوية بس كنت شاطرة باللغة العربية. قطعت المرحلة فيك تقولي الحقيقة كنت شاطرة. كنت شاطرة ماشي حالك. خلينا أشوف العلمي لسمر على 75. 65. لم ترى رتيبي أيضاً؟ صبقته لعبد الرحمن. أنت في المرتبة الأولى لهن. 55. شكراً. حسناً. وقف البرومتور. الكمبيوتر. ولكن أنت في المرتبة الأولى. شكراً لإلك سمر. وهن مع نور الدين أمين من العراق. وأخيراً بتأمل أن يتحدث اليوم عن السينما العربية. ونرى سوى ما اختار. أهلاً بكم. اليوم سنتكلم عن فيلم عربي مهم جداً. وهو فيلم بلال. بلال أنت مستيقظ؟ الفيلم مستوحى من حياة الصحابي بلال بن رباح رضي الله عنه. وكفاحه للتحرر من العبودية ووصوله إلى الحق. الفيلم من كتابة وإخراج أيمن جمال. الذي وصل الفيلم إلى مهرجانات عالمية. وبنسخته العربية. التي كانت من تمثيل علا فارس وقصي خضر. ورغم أن أحداث الفيلم هذا قد حدثت قبل 1400 سنة. لكنها لا زالت مؤثرة إلى يومنا هذا. تقييم الفيلم ثمانية من عشرة. وليس من الضروري أن تكون عربياً لتستمتع بهذا الفيلم. فقد حقق فيلم بلال نجاحات واسعة في جميع أنحاء العالم. ولم يبتعد عن هويته. وأظهر الفيلم بلغته الأصلية لغة الطاد. ورأى العالم جمال هذه اللغة وبلاغتها. مصر الخير نوردين. مصر نور. واقل. هل هناك علامة كاملة الليلة لنوردين على هذا الفيديو؟ أكيد لا. نور أنا مش عاجبني الفيديو لأنه حس أن أنت بعيدت بوعد تام جداً عن الانتقاد أنك بتعمل نقد الفيلم. أنت التخط يظهر من الأسبوع اللي فات عشان أدينك نقد حلو جداً. فجيت عيد الكرة تاني. حاستك انشغلت باللبس وبالباجراوند بتاعك أكثر ما أنت استفدت بالفيلم. فيلم ده أنت كواحد ناقد أخذ جواز عالمية. إيه الجواز؟ عمل نجاحات فظيعة. إيه الإرادات؟ تمثيل علا فارس وقصاي. هل كان فعلاً مدخن ولا لأ؟ وبالذات لما تعمل بيوجريفي أو سيرة ذاتية لشخص. هل ده كان فيه كلام كتير أنه كان ناس انتقادوا أنه كان صح أو أو غلط أو. يعني أنا ما شفتش نقد. أنا في الآخر شفت تمانية من عشرة. وأنت لابس لبس جلبية وعجال وبتتجول. فأنا شايف. وصلت الفكرة. شكراً لإيلاك. شكراً لإيلاك. شكراً لكم. فايا. سبق وشفت هذا الفيلم. فيلم بلال. لا صراحة. لكن أكيد سأحضره. شجعتني. شجعتني. يا را تأثرت على ما قالوا وقدموا نور الدين بهذه الفيديو. أحبت الفكرة. أحبت لبسه. أحبت. أحبت. الطريقة التي يتحدث فيها بالفصحة أكثر. وعن الفيلم العربي الذي وصل إلى كل العالم. يعني بالغرب. لا أحبت. ما زعجي أبداً حتى التصوير بعده. حسيتوا بنفس المستوى يعني. أحبت. مرجع لورا. يعني يا را. يجب ضد. نعم. نعم. أكيد. محرك. نعم. وضع العالم المناسبة. نور الدين. هل يوجد فيلم عربي هناك أكثر من مرة. وستحبها؟ أكيد. فيلم عمارة يعقوبيان. للمخرج مروان حامد. كان يتحدث عن قضايا مهمة. وبالنسبة لي واحد من أفضل أفلام العربية. شكرا لك دائما رأيك بفيدنا خلينا نشوف المعدن العام تحصل عليه على 75 ينور الدين 53 منشوف ترتيبك انت تالت مشترك بيمرق الليلة والمرتبة التالتة شكرا لك مع نور إبراهيمي من الجزائر منروح بمغامرة جديدة تجمع بين اللغة العربية وحب السفر اليوم التاقيت بصديقتي من ألمانيا كانت أخبارتني من قبل عن حبها للثقافة واللغة العربية قررت نعمل معها جولة صغيرة في بيروت ونعلمها بعض الكلمات العربية أول مكان كان ساحة النجمة ساعة ساعة بعدها نظرنا الحمام الإغريقي وسألتها عن سبب حبها للغة العربية حمام حمام إغريقي كتير صعب في عربية سألت أفضل لإعجاباتك وإعجاباتك 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 فقط لديك الكثير من أكثر لإعجاباتك أخر زيارة كانت للمسجد الأزرق وأكثر شيء أثر إعجابها هو الخط العربي حاولت نشرح لها بأنه فن في حد ذاته ولغة العربية تميز باتصال حروفها اللي يجعلها قابلة لإكتساب أشكال هندسية مختلفة وهو متصل بالزخرفة العربية المستعملة لتزيين القصور والمساجد ساجد منقوش بالجمنة؟ طيبة كتير مساء الخير نور هلو يارا شو رأيك بفكرة نور حلوة الفكرة حلوة أن نعرف الأجانب على معالم تاريخية سياحية خاصة في لبنان كمان بتصور بعد في معالم أكتر بكتير من اللي شفناه هون ولو أنه حسيت اللي مع بتحكي عربي من قبل يعني لأنه صعب كتير اللغة العربية أنا بسرعة تقول كتير صعب أو مثلا أنا حسيت بتحكي عربي أكتر من واقل والله ممكن والله ممكن والله ممكن هتطلع عليها سمعة عربية هتطلع عليها سمعة مش حلوة نحنا عم نمزح واقل أم برقة أنا نمزح معها كتير لأنا كوميديان كمان أنا أعلم هي تحكي شفية لكنها ألمانية وبسبب قلة الوقت اللي كان متوفر لي نعم والمصادرنا الآن أحلى شيء من ما نووشي بتصور هلا نووشي كتير بتعني لنا نحن كا يعني لبنانيين وكا عرب ولكل ما كتير فيها تحس عن ذات إن كنتي شبعان بتشتهية هلا نعم شكرا لأليك يا راب فايا حبيتي الصورة اللي قدمتها نور الصورة هلا نور تحديدا من أكتر المشتركين من بدايات الصورة طبعة حلوة يعني بتصور حلو حتى يمكن بتساعد شوية رفقاتها بتنصحهم كيف بدون يعني صورة بالأساس حلوة بس اللي لفتني الجانب اللي تناولت منه التحدي يعني اللغة العربية حلو أنه رحتي عند الطرف الآخر شفتي هنا لبيحبوا يتعلموا لغتنا يعني إحنا عنا من أغنى اللغات بالعالم ومن أصعبها فحبت الفيديو يعني شكرا 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 لأليك هذا ما نسمعون نحن واقل نعم قدرت نور قدرت نور تجمع بين موضوع التحدي وفقتها مش عارف أحس أنه لا يعني أقولك حاجة يا نور بأمانة أنا الفيديو بتاعك ده بالنسبالي عبارة عن شوية يعني ممكن أشوف على سناب شات أو أشوف على الإنستغرام ستوريز يعني أنت مفسحة صاحبتك ومشي أي منقوشة ها 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 ولا بتتقل كده يعني كأنه زي بالضبط فايا دلوقتي اللي بتابعوها على الإنستغرام هيشوفوا أنها صاحبتها مرايا بقول مدنيش بالضبط مرايا بس يعني هي عصدات عامل ستوريز تسرقلي أفكاري أنا ومرايا بس معيني بس أقولك أي جديد في الموضوع يعني مش شايف أي محتوى تقدم وانتي بالذات في الترافل كل أنا عارف أن أنت قاعدة في بيروت علشان المسابقة بس حاولي تبداعي أكتر من كده حاولي تطلعي في جعبتك يعني حتى إذا كان عندك من مشاويرك لقبل كده طلعيه ما وهو في الآخر ده إيه إنك أنت من الموجودة في البرنامج عشان تجاربك السابقة والمخزون اللي عندك زي ما كتير قوي المشتركين طلعوا حاجات من عبد الرحمن لما عمل بفوران أفتر مش عارف مين لما عمل إيه مستفيد من خبرتها إبداعي أكتر أكتر من إنها شايف حاجة معمولة سناب شات متخيطة في بعض وخبص شكراً واقل وصلت الفكرة العلمات لو سمحتوا نور بدي قطلب منك تعلمين هيك كلمة جديدة باللهجة العربية الجزائرية أوكي كين كلما سهلة يا توحشتك يعني توحشتك توحشتك يارا توحشتك فايا حتى أنا توحشتك بزاف شكراً 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 ونشوف معدل نور أربعة وأربعين يا نور ونشوف ترتيبك رح تكوني بالمرتبة الأخيرة لهلا لأنه هيدا أقل معدل الرابعة شكراً 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 يعني اللغة العربية وأنه تحكي عن اللغة العربية بشكل عام الفيديو جيد بس يعني كمؤثرات بصرية كان فيه يكون شوية أحلى يعني كان فيه يكون جزاب أكثر لأنه أنا فكر مثلا لو شفته بعمل له شير يمكن بتردد ما شد النظر شكرا لإليك يارا الفيديو الذي شفتيه كان على مستوى يلي توقعتي من جينان لا أحسن جينان بتقدم أحسن من هيك فيديو عم بحكي الشعر كثير حلو الموضوع الكمان اللي حكي اللي كاتبته كمان والقاقة هول ما فينا نحكي عنهم بس انه شايف فيديو يزلق لك قبل أحلى معاك حرا شكرا يارا وقل شوف التقدم معين بالموتاج متل الماضي عن جينان هو بس أنا باتطفق مع اللجنة في حكاية الفانت ما عجبنيش الفانت خالص الفانت أو حتى تركبت الفانت وهي نازلة تحسي ما فيش دائرة ما فيش اتجاه معين زي الفانت محطوط يعني كان مرمي كده أنت فهم فكرة الفيديو حلوة فكرة اللي بتكتبها على الزلط ومش عارف مين لأنه في الآخر بتحاولي تقداري تعملي تقداري عليه علشان توصلي الفكرة في النظر ما كانش مريح قوي بسبب الادتس بتاعت طبعا يعني الادتنج الاسبوع الفات كان أسرع وده علشان اللغة وبتقولي شعر بطيء وقيل آخره فهو الشعر طبعا خرافي لأنه حتة دي في ملعبك يعني بس ايوش بتمنى أكتر ان كنت تزبطي زي الاسبوع اللي فات الادتنج أكتر وتختاري الفانت بتاعت ليه ما اخترت مثلا خط كثير عربي ديواني أو شي كشو جمال الخط ما بعرف المرة أنا كتير ركزت على الشعر الفيديو ما كان يلا انشاء الله المرة خلينا نشوف العالمات من أعضاء لجنة الحكام جينان مين هو الشاعر يلي خليك تحب اللغة العربية في أكتر من حدا بس أكتر شيء المتنبي وأبي تمام متنبي وأبو تمام خلينا نشوف المعدة العام يا جينان شو بتتوقع اجمعوا على نفس الرأي خلينا نشوف على خمسة وسبعين تمانة وأربعين وترتيبك بيكون على الشكل التالي بالمرتبة الرابعة شكرا شكرا جينان التحدي الأول من النجوم بلا حدود مستمر مباشرة على الهوى وعبر قناة الآن للبث الحي على يوتيوب وهلأ فاصل سريع وراجعين من أكتر اللغات انتشارا حول العالم وبيحكيها أكتر من 467 مليون إنسان عن لغتنا العربية وبهدف تكريمها موضوع التحدي الأول بها البرايم وبذكركم إنه الحماس الليلي رح يكون ضرب اثنين لأنه بعد مرور المشترك السادس رح نبدأ بتبادل الفئات بين المشتركين التحدي التاني يعني فيكن تتخيلوا معي نور الدين عم يعمل رياضة أو راشد عم يلقي شعر كواليس وأسرار هالبرايم وغيرة من التفاصيل بتشوفوها باليوميات من الأحد للخميس الساعة عشرة بتوقيت السعودية وعلى صفحات الآن على فيسبوك تويتر وإنستغرام وهلأ مع راشد المتاعب من السعودية منشوف إذا تحدى تكريم اللغة العربية خلي يرسم جرافيتي بالخط الرقعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلاص وقل شو اللي جديد اللي قدمه راشد الجديد اللي قدمه راشد ولا حاجة الفيديو ده راشد أنت على طول تعمل جرافيتي ده حلو بس أنت ورتنا حاجات قبل كده أنا مش أقول لك تعمل إيه بس أنت خلاص ورتنا أنت في مقدورك تعمل إيه وقت يوم المرأة عملت لنا لفة بالإضاءة بالسترينجز بالخيط وبعدين وقت تاني كنت عملت الصورة اللي أنت كنت مفروض هتديها اليارا معرفش راحة فين ولا دهالك والله فهم يعني أنت بتعمل شغل أكتر من مجرد جرافيتي له نتكلم على فيديو النهاردة أول حاجة هو الرسمتين اللي كانوا جنبك دول دول أنت يعني مساحت الرسمة دي بالأبيض أي أنا مساحت طيب أنت عارف أنه قانون رقم واحد في الستريت أرت أنك عمرك ما تمسح شغل واحد تاني بيجوا بينتقنوا منك لا هو ده كود موجود زي البرو كود كده ما ينفعش تمسح الشغل بتاع حد تاني ومالقيتش يعني حتة أفضل من كده يعني خلاص مالقيتش غير أنك ترسم على شغل لحد تاني ده ما بترسلش رسالة كويسة للناس وبعين قصدك إيه بالمكتوب ده لا حاجة أخيرة بس طبعاً تكلمت في فيديو هذا عن الحرف العربي كيف هو جميل وكيف تقدر تسوي فيه يعني تزيم فيه الطريقة معينة فأنت اخترت النون في حرف كثيرة مو حرف نون أنا فهمته نون نون لا في حرف كثيرة مو بس النون لا لا مش فيه يعني كل الحرف شكل وحرف النون ولا نحنا لا أعمل شكل يمكن معين شكل لأنه هذا شيء كثير صعب نعم يمكن شوية ما بعرف إذا مستخف نطفى راشد هالمرة بالفكرة طبع هالأسبوع بس أنا ما فينا نحكي شيء ما فينا أحكي شيء أنا شخصياً يعني عن الشيء اللي بيقدمه ولو حتى يعني هيك عم بيعمل بنا فأيده بس ما يمنعش صوري معلش أنا أنا انتقطت قلت حاجات كبتعدة بس ما يمنعش كعلاً أنا رأيي يارا إنه كجمليات وكحاجات تانية كتير طبعاً المستوى عالي في الفيديو بس أنا بس أنا بس لبعدي لأنه بعد كده إحنا دخلنا فقربنا المسابقة تخلص فميشين فأناك تكرر نفسك أكيد شكراً واقل ويارا أكيد فايا هلأ بدي أسالك من بعض اللي سماعتي واللي شفتي برأيك هالفيديو بيرجع راشد للمرتبة الأولى كلا يمكن أكتر معيار يعني أصر في اليوم راشد هو الإبداع يعني الجماليات كانوا منح الإبداع والمحتوى طبعاً الجماليات ممكن ينتشر إلو تأثير لأنه بفرجي جمال الجمال الحرف بس مثل ما قالوا لأنه شفنا كثير منك متوقع مثلاً تخطط جملة مثلاً أنه حكمة أو مثل أو شيء نستنتج أكتر من حرف حرف يعني هي حلوة بدون شك بس يمكن لرسالة كان فيها تكون أوضح أو هلا يمكن يعود بالشعر وبيلقي المشاعر نشوف هذا الشعر لا أعرف أنا أعطيك علامة أنا أعطيك علامة سأعطيك نحنا بنت إزال أكيد العلمات راشد أي أكتر حرف عربي هيك بتحب تكتبوه؟ طبعاً حرف الراء لأنه حرف من اسم حرف الراء؟ أنا فكرت سأقول الكاف طبعاً كارلا طلعت ما بتحبنا حسناً بحبك 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 بس نحن بقدر نحن يعبر لأنه موكر نشوف العلمة معك يارا أنقصتي العلمة يا راشد 57 نشوف ترتيبك 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 الثاني أنا أتمنى أنهم كثير عاليين الليلة فهذا شيء ساعدت شكراً لك راشد وهلأ صار الوقت لانطلاق التحدي الثاني وبتبادل المهارات أو الفئات بتوقع أن المرح رح يدخل وبيقوة لأجواء المنافسة وللمرة الأولى والأخيرة بقدم عبد الرحمن الحريري من سوريا عن فئة السينما يا تورا بيحكي عن رامبو أو شي فيلم لجاكي تشان أكوايت بليس فيلم بيحكي عن عائلة اضطرة تتعيش في صمت تام اختباءاً من مخلوقات تصطاد عن طريق الصوت الفيلم من كتابة وأخراج وبطولة جون كريزينسكي واللي شاركته في البطولة زوجته الحقيقية أميلي بلونت تمثيل أميلي بلونت كان مقنع جداً لدرجة أنها قدرت تتحسس المتفرج بألمها في بعض اللحظات وجدير بالذكر أنه أكوايت بليس هو الأخراج الأول للممثل جون كريزينسكي وقدر يتقنه لدرجة أنه كان بمستوى المخرجين الكبار الآخرين بالنهاية بحب أقولكم أنه كل النقاط عطوا الفيلم علامات عالية وأنا شخصياً كنت قاعد بالسينما على طرف الكرسي مش قادر أكل الباب كون التبعي عشان ما تطلع صوت وتموت أحد الشخصيات عشان هيك بعطي الفيلم تسعة من عشرة موسيقى صايا ما رأيك بالمحتوى الذي قدمه عبد الرحمن؟ لا أعرف إذا أرى عبد الرحمن أو نور الدين هل تسمع ملاحظاتنا لأن نور الدين بنفس الإصغاء لأنه أحبت حسنًا أثبتت أنك فديو مرحظات فيديو يصنع الفيديو بشكل جيد فيه مرحة شجعتنا حمّثتنا أن نحضر الفيلم أعطيتنا علامات لم تشبك شيء شكراً فايا تقومي بمتابع عبد الرحمن كناقة سينمائية ومتابع أيضًا متابع عبد الرحمن من سوّر لك الفيديو؟ بالغاية وساعدك لهيك والقصص والذي أخذت منه نور الدين؟ أنا ونور إبراهيمي نور إبراهيمي نور الدين لم تساعدك؟ نور الدين ساعدني بالسكريبت كتابة السكريبت مبين حسنًا 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 نحن نحضر وأنا ونحضر الفيلم جديد وأنا أأتي معكم نعم وأنا ونحضرنا وأنا هل تحضر معنا الفيلم؟ أكيد طبعاً انظر ما رأيك بأسلوب عبد الرحمن؟ طيب هذا الفيلم من أشهر الأفلام دلوقتي ومفيش وابسايت بيقول لي يعني بيقول غير ما تخشوا خشوا الفيلم خشوا الفيلم حلو؟ لدرجة أنك تزهق بس وانت خطرت فيلم والرادي عليه كريتيك عالية جدًا انت الفيديو ده هو أحسن فيديو شفتوا النهاردة لأنه لأنه أنت جبت خلف الكواليس وفي نفس الوقت ما عملتش أي سبويل للفيلم وما بواصلش علينا الفيلم وأنا أول مرة أعرف من كتر ما بقرأ عن الفيلم أول مرة أعرف أنهم بيتكلموا بالإشارات وفي نفس الوقت الثيم بتاع الغابة مع حتة أنهم قاعدين في هات ولا معرفش فين وبلاس في الآخر لما قلت خايف حتى أكل بوب كورن للدرجات لأنه حد من شخصات تموت أنا فعلاً حسيت إيه ده وانا لما أخش فيلم فعلاً أكل بوب كورن وقرأش الفيديو ده هو أحسن فيديو لك النهاردة وبقى لك فترة كتير ما عملتش فيديو حلوة كبه شكراً خليك بالسينة أكيد وعجبني كنالي أنك أنت حطيت IMDB و Rotten Tomatoes وحطيت أنه رفرنسس كتير فباين أنك أنت لا، غير الجانر بتاع تلك مقصود مقصود؟ بدون أنك تغير من الرياضة أشتر أنت أو نور بالسينما؟ لا أكيد نور الدين أشتر يعني نور أن روحه الرياضية بمجرد مرحة لعنده وقال له نور فيك تساعدني بكتاب تلسكريبت قال لي أكيد طيب نور يأخذ الرياضة ساعدوا ونسي الفئة طبعه وما توفق الليلة قد ما ساعدك يا عبد الرحمن خلينا نشوف أعلماتك على التحدي الثاني واو واحدة وسبعين وهلأ ما نشوف المجموع مجموع المعدلين أيوة مئة وخمسة وعشرين على مئة وخمسين برافو وهلأ سمر أنطون من لبنان معا رح نروح بهدوء من هدوء الويلنس لحماس السفر والمغامرة زرت كتير بلدين أوروبية وجمعت ذكريات حلوة اليوم رح خبركم على الأماكن اللي لقيت إنه لازم تنزاروا لو مرة بالعمر لمحبي المغامرة زوروا منجم بياليتشكا للملح ببورلندا هالتجربة الفريدة من نوعها بتبتدي بالنزول على عمق 200 متر تحت سطح الأرض واللي بتلاقوه تحت ولا ممكن تتوقعوه مطاعم قاعد احتفال متاحف وحتى بحيرات أهم شيء إنه تزوروا متحف التماثيل والتذكرات المصنوعة من الملح الموجود بعمق المنجم لمحبي الاستكشاف زوروا قلعة موسى ميشال بفرنسا يلي هي أكبر ظاهرة مد وشزر بالعالم نصيحة زوقوا عجية البيض التقليدية مطبخة على الحطب بمطعم العمار بولار أما لمحبي رحلات الاسترخاء والراحة ما في أحلى من مدينة البندقية يلي بيتجور البحر بطرقاتها بدايقة وكلها بيوت ملونة وجزر عديدة أحلى شيء إنه تروحوا بوسيلة النقل بالبحر أو كندور كمان فيكن تشاركوا في مهرجين الأقنعي اللي هو من أجمل مهرجينات بالعالم في بلدان ممكن زورها مرة بالحياة فأهم شيء ناخد معنا على بلدنا تذكر من كل بلد يذكرنا بأجمل معينه وبأيام ما بتنتصر يارا على شو بتعطيها لايك لسامرة على هالفيديو؟ كل شيء كل شيء لا متفاجئين تبدو الفئات لا عن جد متفاجئين إنه صح؟ صح يعني تيتفاجئ قوائل كمان يعني شيء لا عن جد سامرة يقولك شو خفني لا عن جد حما تتحدث عن أشياء منا كثير مشهورة وكلب يعرفها والمولان روج وما أعرف شو والتور يفال يعني تتحدث عن أشياء منا كثير معروفة وهايدا العج هذا العج لا تشهد هاذي شو هاي؟ أنا رايحة كرميلة تأتي معي؟ لا لا أجل من الفيديو حبيتي كثير شكرا شكرا لك شكرا لك واقل سفر وأكل عجبك الفيديو في صفرات كمان هي كانت موجودة فيهم سامرة يعني عجبني الفيديو عجبني الفيديو جدا جدا لأنه غني ومتلون وفي ألوان وفي معلومات وفي تيبس وحاجات جديدة شاركتك بالمغامرات ومعها أثناء السفر ثانية بس سؤال بس الفيديو ديت أنت بصورها ألا بس أنا قلت كده مواضيع حلاوة الفيديو إن هي عملت زي مزيج ما بين خبراتها القبل كده وده لسه كومنت ده لسه قيله النور في السفر في الفئة بتاعتها وطلعها في جعبتك هي أول مجالها الفئة طلعت كل اللي عندها فرشت أوراقها كلها وبكده تضمنت فالو ولايك وشير وكل حاجة أنا بصراحة شايف إنه ده كمان من أحسن فيديو إذا شفتها النهاردة خايف 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 قدي بتاعتي سمر على عامل التأثير على عامل التأثير تحديدا بعطيها خمسة من خمسة عم حاول فكر ليه عن جد مرمان عبد الرحمن وصمر ليه عم يبداع وعن جد مستوى مني حتى بفئات غيرهم يمكن لأنه ما في تحدي معين يعني أنتم حرين بالفئة فهذا يثبت أنه عن جد كلكم أنتو اللي ضليتوا عن جد مناح بصنع الفيديو فيمكن برنامج نجوم بلا حدود يعطيكم تحديات صعبة ليطلع يعني أحلى ما عندكم وهيدا بيثبت أن التحديات من أول حلقة ما كانوا هينين بس أنتو عن جد أدى وقدود شكرا لك فايا بانتظار أكيد العلامي مناسبة لسامر سامر ساعدتك نور بتحضير هالفيديو أكيد حكينا أنا وياها عن الكومنت شكرا لسامر ونرى كيف معقول قصمة بطريقة تكون مناسبة حسنا والقراء كانت جيدة وإيجابية سمعنيها من لجنة أعضاء الحكام دعونا نرى إذا المعدل صار جاهز على هالتحدي شكرا لحاول دعونا، مناسبة شكرا لنرى المجموعة التحديات يا سامر 134 وأنت بالمرتبة الأولى لهلا شكرا لحيث شكرا لكم مع مرور المشتركين بالتحدي الثاني بلشنا نشوف ترتيبهم بالمنافسة وقريباً منعرف مين مننون مهدد بالوقوف بمنطقة الخطر ومين رح يكون تحدي تبادل الفئات لصالحه فاصل سريع ورجعين تحديات أقوى ومنافسة أصعب بانتظار المشتركين بالبرايمات الجاي وعشان تعرفوا عنها أكتر تابعونا في اليوميات من الحد الخميس للساعة عشر بتوقيت سعادية ومن خلال صفحات تلفزيون لأنا على فيسبوك وتويتر وإنستاجرام اي رأيك كارلا في تبادل فئتنا؟ يبدو ممتعاً شكراً من هذا العالم وووو ممتعاً ممتعاً أنت ممتعاً شكراً وصّت الفكرة فايا أنا أحبك كثيراً كيف ترجم كل ذلك بالعربي؟ أه، لا أعرف مرحباً لا تترجميهم حاولي تلفي شوية كده؟ سيترجمه لا، لا تقدرش تعمل زي كارلا خالص يارا، وصّت الفكرة فايا ما رأيك في في اللي قديم وائل؟ بالزبط أنا شايفة أن... ما رأيك؟ ودلوقتي هنرجع لكارلا وكارلا وكارلا فقط ودلوقتي أنا في المرح برسل حواجب طيب خليها عنا شوية خليها عندكم شوية خديها خديها لا، لا أعدرش لانا مكاني يعني مش عارف ازاي هاض من بعديك يا كارلا الله الله انت رائع واقل والله انت اللي رائع يوار اوسم اكترافاجان طب دلوقتي هنرجع لتبادل الفئات التحدي التاني في حلقتنا النهاردة مع نور الدين امين من العراق عن فئة الفن والتصميم ربنا يسطر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فايا فايا شو رأيك بفكرة نور الدين الفكرة رائعة بدون شك هو ستوب موشن الفيديو عمله صح نعم كثير حلوة هلأ بعرف أنه ما في تحدي معين يعني ما في رسالة معينة بس لا الرسالة أنه مباني قديمة خلفتها الحرب الأهلية أنا دع حاول أرجع أحييها بالألوان طريق الألوان نعم لا الفكرة رائعة بدون شك وحتى طريقة يعني عن جد فن وتصميم حبيت شكرا شكرا يارا وصلت لك الرسالة رسالة نور الدين هالرسالة رسالتك فكرتك نعم أكيد ساعدك راشد لكما أنت ساعدت عبد الرحمن اي لايك نور الدين ساعدتك فايا إذا ساعدك راشد راشد سألت أكثر أنه أي ألوان ممكن أستعمل علشان بيين هيك لايفلي وما تكون يعني حلوة يعني تكون طريقة حلوة وجذابة جربت جربت انتاشي مورا هيك ترسم ولا معا لا بالرسم مو حلو تلوين عيادو شكرا واقل بين الجماليات والتأثير وين أبدع نور الدين أكتر لا شكرا وصلت الفكرة لا شكرا خلاص لا أملت كلهم كلهم أعتقد أن هذا أيام القنوات أول ما ابتدت يعني حتى مش مش حاسسها يعني أنت عايز تصور مباني قديمة وتلونها بس فقيرة يعني هو دوت تحدي وانت قبلت التحدي وفقير فيديو فقير وصلة الفكرة شكراً يعني ما فيوش جماليات حتى ما أنا كنت أحبت كنت عايز تقامل مباني بس هو الفيديو بوش جماليات بلا جماليات تحديداً رح أتركوا تتخانقوا على رواب هالوقت بسأل أنا نور الدين إذا بدأك تعطي علامي لعبد الرحمن على 75 شو بتعطي أكيد لو عندي المجال أنه أعطي رح أطي علامات عالية بالسبعين لأن وصل فكرة الفيديو بشكل واضح وبدون أي سبويلرز وستعمل مصطلحات حلوة وواضحة وأخذ علامة عالية من الجنة الحياة لنشوف شو رح تاخد أنت عن فئة الفن والتصميم على خمسة وسبع واحدة وخمسين وهلما نشوف المجموعة مجموعة تحديين لحظة نشوف ترتيبك يا نور الدين مئة وأربعة وأنت بالمرتبة الثالثة شكراً لإلك شكراً لإلك مع نور إبراهيمي من الجزائر معقول نكتشف منافسة قوية لجينان وكيل عن فئة الشعر أرى في عينيك لا أرى غير الأمان وعن بعد عنك لا أهجو غير الزمان طويل شوق واغتراب لقاتل لقلبي وقلبك ينبض بالحنان حياتي لك قالت وبالكون لا أبالي أقول يا أمي أحبك فوق الخيالي وإن يوماً أنا أصابني مرض كأني كمن لا يرى غير حضنها يزيل الداء عني إن فؤادك فارغ سكن فؤادي بغير ذلك لا أبالي أنت البيت وأنت بلادي أرى في عينيك لا أرى غير الجمالي وهالألام أنا أنت أمي أنت أماني مرحباً يارا ما رأيك بقصيدة نور أحبت أمي كثيراً واضح جداً أنت أحبت أمي كثيراً كثيراً الشعر موزون صراحة هناك تسلسل بالموضوع حبيبتي أنت لا لا أريد أن أسريك حبيبتي تحيي لأمك تشوفنا الآن من بوسا أنا نقول لها أنه نور بعيوننا وتحيي لكل شعب الجزائري اللي يحضرنا الليلة نيحة كثيراً حلو الفيديو لحظة شعر موزون إلقائك روعة يعني كثيراً عشر سنين كنت في المتوسطة كنت نكتب شعر بعدين نسيت فعملت بحث عن بحور الشعر وحاولت حاولت يكترون بزيف 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 شكراً شكراً ما رأيك بالصورة التي قدمتها نور الصورة الانيميشن بترجم الشعر التي قلتها وهي منصفة جداً للشعر الشعر الشعر حلو قوي وطبعاً أداء الشعر مش من تخصصك يعني كويس كنتي قدتي بالشكل ده ممكن كان الأداء يكون أحسن آه بس في الآخر دي مش الفئة بتاعتك بس أنا كل هممني إنه الشعر مش مش بس إذا كان مكتوب حلو أو وحش لكن قد إيه الشخص يصدقه ومن القلب ومن القلب حتى لو إلقائك مش 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 محترف أو إلقائك أنا شايفه شوية مش المستوى المطلوب بما أنه مش فئة بتاعتك بس طالما أنه طالع من قلبك فأنا حسيته شكراً 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 إن شاء الله نحب العليمة سيقتربه منك وأنا بحاجة لليس reacts أش blade ومثنين ماذا رأيك في الفيديو؟ والفيديو حبت سامر أعطيته كمس مخطب다고 ولكن كان أحسن من الفيديوها لقد قدمها أنا من عادة فأحبيته بزبزب ولكن أنا هلأ مشبورة أبعد عنيك لأنه المخرج دادانيون بعيت عني لا فليس بعد أعمل أنه حرام جاء ترابيس ما شاء الله عليك ودادانيون كمان زحي فأمشاني رح أرجع كرميل الدو مش كرميل بس فرق الطول يا هرا وشوف معدل علامات نور سوف نجمع هذا المعدل مع المعدل الأول والمجموع يعطينا ترتيبك 102 بالمرتبة الرابعة شكرا لك نور مع جينان وكيل من سوريا نطرين نصايح مفيدة عن فئة الولنس كثير أشخاص بيعتمدوا المنبيهات لا يبقوا محافظين على نشاطهم بس شو التغيرات اللي بتصير بالدماغ؟ خلونا نشوف مع بعض كيف بتكون موجات دماغنا وفق اختلاف نشاطنا العقلي موجات غاما هي أعلى تردد بتتنشط بساعات الفجر الأولى لذلك ينصح الدراسة بهالوقت لأنه موجات غاما بتخلينا نكون بقمة التركيز وذات الشي لما منشرب منبهات فمنلاحظ فرط النشاط الزائد وأما عن مرحلة السكون ودخولنا بالاسترخاء والتأمل العامية مثل لما نعمل جلسة تأمل أو يوغا بيكون دماغنا بموجة ستة نهاية إذا كنت متوتر وفي ضغط على دماغك اسمع موسيقى هادية بتحتوي على موجات ستة وأيضا بفترة الامتحانات أغلب الطلاب بيستعينوا بموجات غاما للتركيز وحفظ المعلومات بسرعة وهيكي بتتبرمج زبزبات دماغك وسواء كنت متنشط أو تعبان دايما اسأل حالك يا ترا أنا هلأ دماغي بأي موجة وهيك أنت قادر تعرف السبب والنتيجة فايا شو رأيك بمضمون هالفيديو؟ حبيت هلأ نحنا أي موجة؟ نحنا بالبتا نحنا بالبتا سمعتو؟ نحنا بالبتا سوف يؤثر هذا الشيء كيف نعطي العلامات؟ أعتقد أنتو كاللجنة حكام لجب أن تكونوا بالقامة يعني بكمة التركيز طب غير موعد البرنامج على القامة لا أحبت معلومات مفيدة حتى تحسيتم مزيج ما بين فئة زاهد التي تركنا الكتابة المعلمية والمعلمية حبيت شكرا فايا شكرا يا را أسلوب جنان كان بالبساطة المطلوبة؟ أول شيء عندنا نوجه تحية للمشترك زاهد فلمبان من السعودية لأنه لأنه يعني من أول الفيديو بتحسي أنه في شيء بيخص بعلم الفيزياء طبعا أنا كثير كثير شتاعت لفيزياء كثير شتاعت مشان هيك جنان هلأ عملتلي سوربريز مفاجأة أنه هيك يشوف شي لال مرسي جنان لا حلو كثير نحب الفيديو اللي عم يعملوا الثاني أكتر من اللي اللي الشي لقالهم هيدا هيدا مش مشكلة بس أنه هالشي الحلو يمكن يمكن أن أحبوا هيك أنه فئة جديدة أو يمكن أن أعطوا معلومات لا بس في ناس وقعت في الفئات الجديدة خلينا صرحينها بعض بس أنا بدي ساتة شو اسمها هذي ساتة ساتة هي استرخاء كثير ما قبل النوم كلنا بدنا ساتة كلنا بدنا ساتة ما قبل النوم ساتة وقال بين الجماليات والمحتوى وين لقيت الجنان أقوى في الفيديو ده كله كامل متكامل صراحة أول حاجة من أقوى عوامل انتشار أي فيديو أنك تقدم مش بس معلومة تقدم معلومة جديدة وإزاي تتقال بطريقة منمقة ومترتبة كل ده موجود في الفيديو وحتى طريقة الفويس أوفر بتاعها تقولك أنت بدك تسأل أنت بأي موجة أنت فاهم قصدي بتحمسك أنك أنت أنا أول مرة أعرف الكلام ده والجماليات حتى اهتمت بجماليات الشتات القهوة والتايم لابس بتاع الكتب أنا شايف دوت إلى جانب الفيديو بتاع عبد الرحمن بتاع السينما وبتاع صمر ده برضو من أحلى الفيديوهات النهاردة مرافو لكننا بانتظار العليم المناسب إلى جينان جينان عجبتك نور عن فئة الشعر سؤال محرز بصراحة أنا كنت بكتب مذكراتي بهالطريقة بصف السادس تقريبا بس أنه يعني كاتي أما في أثأ أكيد أحاولي يعني أأكيد جيدا دعنا نشوف علماتك يا جينان يا رب يعني الأراء كانت إيجابية دعنا نشوف إذا العلامة رح تكون إيجابية 63 63 أكيد منضيفها على المجموع الأول وترتيبك يا جينان بيكون على الشكل التالي أحاولي أين؟ الثالثة هناك شيء غلط أكيد أنت بالمرتبة الثالثة أنت بالمرتبة الثالثة أنت بالمرتبة الثالثة جينان شكراً شكراً لك شكراً شكراً مرحبا معكم راشد سمكة شكراً 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 لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على حسب انا بحسب ما بيعرف يعمل بس اختار العوم لانه ما بيقدر يحكي هو عم يسبح هقول لك حاجة لو فئة الكوميديا هديك علامة كاملة لو فئة الرياضة انت بالنسبة لي سيف لان انت مشيت بمعايير بتاعت اي فيديو رياضة انا هعمل كذا وكذا وكذا تمام تانشوف يارا شو رأيك براشد كرياضي بدي اعطي علامة كاملة اول شي لأنه شلح راشد اخيرا يعني شلح حسيتم ما بيحكي بس شلح شفنا السيكس باكس بدي اعطي علامة عليهم لأنه هول مش موجودين عند مين مكان اكيد سوري يعني حرامة خلص من من كارلا جدي انتي كمان يخجر بزيارة يا را شو جرجج الجوزاء احدى جوزاء تلاتة اي مضبوط بعدين عم يحكي عن رياضة عن جد كتير مهمة اللي هي سباحة بتشغل كل أعضاء الجسم يعني حبيت هيدا الشيء اكيد وبعدك الصيفية انه رح استعمل رح سير يارا سمكة لا حلو فيديو مهضوم راشد هيك طلع شوي من حاله انه ما تتوقع ممكن يعمل هيك لا حبيت على الفيديو شكرا يارا اكيد شكرا لاليك شكرا لاليك في هذه المضمون مضمون الفيديو الذي قدمه راشد راشد سمكة اي اكيد انا كيف شفت زاهد بيعني بفيديو جينان شفت محمود يلي كمان غادرنا بالحلقة الماضية شفته بالفيديو تبع راشد وحبيت الفيديو يعني انا بعمل له شير كمان يعني بتخربط بحس الكوميدي بس انه بعمل له شير سوري مين صورت مي جبله الكاميرا تحت الماي هايدي اول مرة يعني كمان شغل على التكنيف نفس الكاميرا اللي استخدمها في الجرافيدي استخدمت تحت الماي شكرا لاليكم اكيد نحنا بنتظار العلمات المناسبة لراشد راشد قدي بتاعتي نور الدين على 75 عن فئة الفن والتصميم بصراحة بهرني نور الدين يعني حسيت انه مهندس معماري بالشي اللي سواه فاتمنى للتوفيق وشد حيلة ان شاء الله ان شاء الله لان رجلة الحكم ما كانت كتير راضي عن الفيديو دعنا نشوف علي ميتك راشد سمكة 54 راح منضيفه على المعدل الابل والمجموع بيوضعك بأي مرتبة يا راشد بالنص تقريبا انت بمرتبة الرابعة زمتنا عم عم بتتعدل مع جنان وكيل كمين اوكي شكرا لالاك المشتركين الاثنين اللي حصلوا على اقل معدل علامات بتحدي هالاسبوع هن راح نشوف التابلو بعد مرة امامنا نور إبراهيمي ونور الدين امين اذا نور ونور هن حاليا بمنطقة الخطر وبحاجة لدعمكن وتصويتكن عبر فيسبوك خصوصي انهم اليوم عملوا مجهود مضاعف وحماسهم للفوز بالمنافسة زيد بعد ما عرفوا انه جائزة الرابح الاول بالموسم الثاني من نجوم بلا حدود خمسة عشر الف دولار والتاني عشر تلاف دولار والتاني خمس تلاف دولار وهلأ منشوف كيف كان مرورن بالتحدي يلي اختاروه بنفسن للعرض الاخير اليوم التقيت بصديقتي من ألمانيا كانت أخبارتني من قبل عن حبها للثقافة واللغة العربية قررت نعمل معها جولة صغيرة في بيروت ونعلمها بعض الكلمات العربية أول مكان كان ساحة النجمة بعدها انظرنا الحمام الاغريقي وسألتها عن سبب حبها لللغة العربية حمام حمام اغريقي نو كتير صعب في العربية سيء 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 أخر زيارة كانت للمسجد الأزرق وأكثر شيء أثر إعجابها هو الخط العربي حاولت نشرح لها بأنه فن في حد ذاته واللغة العربية تميز باتصال حروفها ليجعلها قابلة لإكتساب أشكال هندسية مختلفة وهو متصل بالزخرفة العربية المستعملة لتزيين القصور والمساجد مانقوش بالجبنة ايه طيبة كتير اوه أهلا بكم اليوم سنتكلم عن فيلم عربي مهم جدا وهو فيلم بلال بلال أنت مستيقظ الفيلم مستوحى من حياة الصحابي بلال بن رباح رضي الله عنه وكفاحه للتحرر من العبودية ووصوله إلى الحق الفيلم من كتابة وإخراج أيمن جمال الذي وصل الفيلم إلى مهرجانات عالمية وبنسخته العربية التي كانت من تمثيل علا فارس وقصي خضر ورغم أن أحداث الفيلم هذا قد حدثت قبل 1400 سنة لكنها لا زالت مؤثرة إلى يومنا هذا تقييم الفيلم ثمانية من عشرة وليس من الضروري أن تكون عربيا لتستمتع بهذا الفيلم فقد حقق فيلم بلال نجاحات واسعة في جميع أنحاء العالم ولم يبتعد عن هويته وأظهر الفيلم بلغته الأصلية لغة الطاد ورأى العالم جمال هذه اللغة وبلاغتها هلأ التصويت ابتدى بطلب منكم تساعدوا وتشجعوا المشترك المفضل بالنسبة للكون هلأ وبأسرع ما فيكن لأنه واحدة تصويتكن بخليه يرجع للمنافسة بينما التاني للأسف بغادرنا الليلة فاصل سريع ورجعين عودة لنور ونور الدين بمنطقة الخطر وإذا بعد ما قررته لمن تعطوا الفرصة الثانية سمعوا ما كان طلبهم الأخير من الجمهور بهذا التقرير هلأ شباب آي نور دين أمين عن فئة الأفلام والسينما مثل ما تشوفون آني بمنطقة الخطر ومحتاج دعمكم وصوتكم أرجو أن صوتوا لي على مد أبقى ببرنامج نجوم بلا حدود على مد أقدم لكم فيديوهات أحلى وأنتظر دعمكم أنا نور إبراهيمي مشتركة عن فئة سفر والمغامرات مشاركتي في هذا البرنامج زادتلي على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العملي أنا الآن في منطقة الخطر نحتاج تصويتكم وتصويتكم هو الواحد الذي يستطيع أن يسلكني تجربة نجوم بلا حدود سيزيدنا كل يوم وكل أسبوع في الصعيد تعنا لأننا نتعرف على ناس محترفين اللي رمي علمونا فأرجوك صوتوا لي معظم المشتركين جربوا صعوبة المقوف بمنطقة الخطر وكلهم أجمعوا أن دعم الجمهور عطاهم القوة والدافع للاستمرار بالمنافسة وتقديم الأفضل دقائق ومنعرف مين صاحب الحظ من بين نور الدين ونور يلي قرر الجمهور يعطي الأمل ليرجع لنجوم بلا حدود ويستعد لتحديات جديدة التصويت توقف مين يا ترى بين نور الدين من العراق عن فئة السينما ويلي لأول مرة بيكون موجود بمنطقة الخطر ونور من الجزائر عن فئة السفر يلي بتكون موجودة بمنطقة الخطر للمرة الثانية إدموع نور اليوم أنا أكيد أثره بكتار فيكن وفيلم بلال يلي اختاره اليوم نور الدين ما وفقه كتير ويمكن بكي بالكواليس ما بعرف لمين رح ترجعه البسمة؟ لنور أو نور الدين؟ صرنا بالمراحل الأخيرة من البرنامج وأكيد الاختيار صعب النتائج صار جاهزة والمشترك يلي أنقذوا تصويت الجمهور من منطقة الخطر هو مين يا ترى؟ نور الدين أمين منقلك مبروك أما نور فنتمني لك كل التوفيق شعلة المنافسة مستمرة بقوة وبلا حدود نلتقي من جديد بنفس التوقيت ومباشرة على الهواء عبر شاشة التليفزيون الآن خمس مشتركين رح يشتغلوا بكل طاقتهم لتنفيذ التحديات الجاية وتقديم أفضل ما عندهم وهدفهم تحقيق الحلم والوصول لمكانة مؤثر على مواقع التواصل اجتماعي والفوز بلقب وجائزة النجم يلي تخطى كل الحدود وأنا هلأ بلكن تصبحوا على ألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر